أدانت المملكة العربية السعودية تصرفات المتكررة غير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين تصاريح رسمية تخول لهم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف يتذلك فيما أعلنت الخارجية السعودية استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وبتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة الرياض السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة والتي تخالف التعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية كما أكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان وتحد من الحرية والحوار بين الشعوب